مجلس النواب الأمريكي ومشاورة حادة لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها لأنظمة الصواريخ الروسية S-400 وتأتي هذه الخطوة كموقف حاد اتجاه أنقرة ونظامها الذي عاث في العالم فساد المشرعين في مجلس النواب الأمريكي تبنوا بالإجماع التعديل الذي قدمه أحد النواب الجمهوريون وآخر من الديمقراطيون وجاء مشروع القانون الذي تم تقديمه في السابع عشر من شهر يوليو الجاري مكافحة تصدير الأسلحة الروسية وسيصنف هذا الاستحواذ من قبل تركيا على أنه صفقة مهمة وفقا للمادة 231 من قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات وفي الوقت نفسه قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تعديلا مشابها على مشروع قانون الدفاع في مجلس الشيوخ يفوض إدارة ترامب بتنفيذ عقوبات كاتسا على تركيا في غضون 30 يوما من تمرير مشروع القانون وفي العام الماضي أبدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة S-400 الصاروخي الروسية وكان ذلك أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر سرامة اتجاه أنقرة وفي ديسمبر الماضي صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتا مقابل أربعة أصوات لصالح طرح قانون تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية داعش من جديد لعام 2019 للتصويت في المجلس بكامل هيئته ويدعو مشروع القانون إلى فرض عقوبات ضد تركيا كما يدعو بالإضافة إلى ذلك إلى الحد من بيع الأسلحة الأمريكية إلى أنقرة ويضغط مشرعون أمريكيون من كلا الحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس دونالد ترامب بشأن معاقبة تركيا على شرائها المنظومة الروسية والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتحد مجلس الشيوخ الأمريكي ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا أم أن النظام التركي سيستمر في سياسته المبهمة لقناة ريبيا الحدث صفيان بوغرسة